ونتحول الآن بالرادار إلى الملف السوداني وتصريحات لرئيس مجلس سيادة عبد الفتاح البرهان أدل بها من أثيوبيا حيث قال إن مسيرة الانتقال في البلاد واجهت تحديات عدة لكنه أضاف أن المؤشرات الحالية تبشر بقرب التواصل إلى وفاق بمشاركة القوى السياسية واجهت مسيرة الانتقال في السودان تحديات وتعقيدات كثيرة إلا أن المؤشرات الآن أضحت أكثر إيجابية وتدعو للتفاؤل وتبشر بقرب النجاح في الوصول إلى وفاق بمشاركة معظم القوى السياسية والمجتمعية وأطراف السلام كل ذلك يقوي من الضمانات التي تكفل استغلال الفترة الانتقالية وتمكن الجميع من تشكيل حكومة مدنية هذا وعقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان مباحثات مع رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد على هامش المنتدى دار بحار المنعقد في أثيوبيا وأكد البرهان خلال المباحثات أنه يمكن للبلدين التوصل لاتفاق بشأن القضايا الفنية لسد النهضة رحب بمقترح رئيس الوزراء الأثيوبي بشأن قيام تكامل اقتصادي بين البلدين كما دع الجانبان إلى ضرورة معالجة كافة المشاكل الحدودية بطرق السلمية عبر اللجان الفنية المتخصصة معنا من مدينة بحر دار شمال غرب أثيوبيا مراسلنا جابر منصور جابر إذن ما هي أبرز التفاهمات ما بين الجانبين السوداني والأثيوبي خاصة وربما كما أشرنا هناك العديد من التحديات في مشاكل حدودية في مشكل وأزمة أو ملف سد النهضة إن صح القول وبالتالي هل نتحدث عن اختراق في العلاقات الثنائية بين الطرفين نعم بطبيعة الهل هذا اليوم وصول البرهان إلى عاصمة إقليم أمهر بحر دار ونحن الآن في بحيرة تانى منبع النيل الأزرق والذي يمد كذلك سد النهضة بالكميات الواصلة إلى السودان وكذلك إلى مصر هذا الاجتماع يصفه مراقبون وكذلك أثيوبيين بأنه خطوة كبيرة جدا في تقدم العلاقات بين الشعبين التي يصفونها بأنها كانت ممتدة ويعني بين الشعبين يعتبران أنهما شعبين شقيكان ويتبادلان المنافع المشتركة سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية كان هناك اجتماع ثنائي بين البرهان وأبي أحمد هذا اليوم هنا في بحر دار وأشار هذا الاجتماع من خلال الحوار الذي دار بينهما إلى التوصل لاتفاق بشأن القضايا العالقة بين البلدين وفي مقدمتها كذلك موضوع سد النهضة الذي قال فيه البرهان أنه يمكن الوصول إلى تفاهمات ونقاش ويمكن حل كل القضايا الخلافية بين البلدين بالحوار الودي وخاصة في موضوع سد النهضة الذي يسأل فيه الطرف السوداني عن الوصول إلى تفاهمات فيما يلي القضايا المتعلقة بالجوانب الفنية وهي المرتبطة كذلك من قبل السودان بتبادل المعلومات كان السودان قد قالها قبلا لأن لديه سدود بعد سد النهضة هناك قد تتأثر في فترة الخريف وكذلك في فترة الجفاف الممتد ولذلك فإن الجانب الفني الذي يتحدث عنه البرهان يشمل بشكل مباشر تبادل المعلومات بين الأطراف كافة أثيوبيا من جانبها قالت أن سد النهضة تستفيد منه السودان ومصر والمزايا أيضا تمتد إلى ربما دول المنطقة الأخرى وأثيوبيا قالت أن هذا السد مفيد جدا لها وأنها تنتج الكهرباء وأشارت أنها تصدر إلى كل منجبة والسودان ودخلت في إراداتها في خزينة الدولة خلال الأشهر الماضية إرادات مقدرة من إنتاج الكهرباء هذا مؤشر جيد أيضا يقول الخبراء بأن العلاقة بين البلدين الآن تبدأ في اتجاه جديد لخلق توازن جيوسياسي في المنطقة بأسرها نعم شكرا جزيلا لك من مدينة بحر دار شمال غرب أثيوبيا مرسلنا جابر المنصور